ما هي أسهل طريقة للصبر على الإبتلاء؟ وهل هناك آيات من القرآن الكريم تشعرك بالرضى على ما ابتلاك الله به؟ والله أخي الحبيب آية واحدة لو قرأتها وفهمتها وتدبرتها لكنت أسعد الناس على الرغم من كثرة الإبتلاءات التي تصيبك حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله موضوع الإبتلاء هو موضوع كل واحد منا يمر فيه الغني مبتلى، الفقير مبتلى، المظلوم مبتلى، الظالم مبتلى فنحن أمام كتلة ومجموعة هائلة من الإبتلاءات كيف نصبر عليها؟ كيف نشعر بالرضى؟ كيف نشعر بالسعادة؟ الإسلام فيه ميزة عظيمة أيها الأحبة أنه يشعرك بالسعادة حتى لو كنت على فراش الموت الإنسان الذي أصيب بسرطان لا علاج منه والله لو اجتمع أطباء الدنيا وحكماء الدنيا وفلاسفة العالم لا يستطيعون أن يدخل السرور على قلبه إذا أيقن أنه سيموت لا محل ولكن آية واحدة قد تقلب المعادلة وتغير كل شيء وتجعلك سعيدا حتى بمرضك أو بهمك أو بابتلائك قبل أن أقرأ هذه الآية أخي الحبيب دعني أذهب معك إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نريد أن ننظر ونعيش مع هذا الحبيب ماذا كان يفعل عندما يصاب بابتلاء أول بلاء أصيب به هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه أراد الخير للناس أراد أن ينقذهم من عذاب الله فحاربوه وشتموه واستهزأوا به بل وتآمروا على قتله أنظر هل هناك أصعب من هذا البلاء أن تقدم لإنسان الخير دون مقابل لا أسألكم عليه أجرا أن تقدم له نصيحة لتنقذه من عذاب تخيل لو أن هناك إنسان يغرق وأنت تراه يغرق وتمد يدك له وهو يسبك ويشتمك ويبعدك بل ويريد قتلك ما هذا البلاء العظيم نحن لم نبتلى بهذا الشكل أيها الأحبة يعني من رحمة الله أن بلاء الأمة كلها لا يساوي ذرة أمام بلاء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك استحق هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام أعلى منزلة في الجنة وهي الوسيلة هذا النبي ابتلي أيضا بقلة المال هو لم يكن فقيرا كان أغنى الناس صلى الله عليه وسلم ولكن كان غنيا بعفافه بزهده كان غنيا بالتقوى كان غنيا بحب الخير للناس هذا غنى كان غنيا برضاه بقضاء الله كان راضيا بقضاء الله صلى الله عليه وسلم ابتلي أيضا أنهم حاولوا تشويه سمعته حتى الآن افتح على الإعلام العالمي وسائل الإعلام العالمي في الأفلام في مواقع الإنترنت كمية هائلة من التشويه تضخ كل يوم ضد هذا النبي وهو ماذا فعل لهم فقط أنه أراد لهم الخير أراد أن ينقذهم من عذاب النار أراد لهم الحياة المطمئنة عندما نهاهم عن الزنا أراد أن يخلصهم من أمراض العصر هذه التي يعانون منها الإدز وغيرها عندما حرم عليهم الخمر أراد أن ينقذهم من مشاكل الخمر وأضراره وأنه يسبب العنف المنزلي ويسبب الأمراض والسرطانات وغير ذلك طيب ماذا فعل لكم هذا النبي على رغم من ذلك يحاربونه حتى الآن أليس هذا أذى له صلى الله عليه وسلم طيب كيف كان يتعامل النبي مع هذا الأذى كان لسان حاله يقول يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي سبحان الله والله أيها الأحب أنا جلدي يقشعر عندما أتخيل هذا الموقف كل أنواع الأذى والابتلاءات تصب صبا على هذا النبي الكريم ويؤذى ويستهزأ به ويتآمرون على قتله والتخلص منه وأخرجوه بالفعل أخرجوه من مكة على رغم من ذلك كان حاله يقول يا رب إذا كنت راضي عني لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لا يهمني لا يهمني هذا الأذى لا يهمني ما أصابني في سبيلك كم كان هذا النبي يحب ربه نحن نريد هذه المحبة أيها الأحبة من أسباب تعاستنا نحن اليوم أننا فقدنا محبة الله حب الله كيف تحب خالقك كيف ترضى عن الله ربما يستغرب البعض أنا أرضى عن الله نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه طيب كيف أرضى هل هناك من من يغضب من الله أو يسخط من الله نعم كثير مننا ولا ندري كل مصيبة تصيبك لا ترضى بها اعلم أنك تغضب على الله وأنت غير راضي على الله عن الله سبحانه وتعالى وأنت لا تشعر وأنا دائما أقول مثال عندما يقدم لك إنسان هدية ثم تظهر له الغضب والصخط وعدم الرضا أنت غير راضي عن صاحب الهدية وليس عن الهدية لذلك البلاء ما هو البلاء هو عطاء من الله ليطهرك من الذنوب ليرفع درجتك عنده ليقوم سلوكك يعني قلة الرزق أكثر ما نعاني منه في هذا العصر قلة الرزق طيب قلة الرزق لماذا الله عز وجل يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وانظر هنا الآية لا تقول للناس لا تقول ولو بسط الله الرزق للناس لأن الناس فيهم الكافر والملحد والمنافق والمشكك وفيهم المؤمن قال ولو بسط الله الرزق لعباده وكأن هنا ملمح أن الله يريد أن يقول لك حتى عباد الله حتى عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون يعني عباد هنا فيها إشارة خفية للمؤمنين عباد الرحمن يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولأنتم تحزنون حتى هؤلاء لو بسط الله لهم الرزق لبغوا في الأرض يا لطيف ما هذا الكلام لتدرك أن قلة المال نعمة أكثر من كثرة الرزق والنبي والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا عندما قال يكره ابن آدم الموت والموت خير له من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أخف من الحساب أو أقل من الحساب أو أهون من الحساب الوقوف أمام الله فلذلك عندما ضيق الله عليك حياتك ثق تماما الهدف أن يمنعك من الطغيان ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض يمنعك من البغي والظلم والعياذ بالله فينبغي أن ترضى عن قضاء الله الآن نقرأ الآية الكريمة هذه الآية أخي الحبيب موجودة في سورة البقرة الآية الوحيدة التي تعرفنا من الذين يصلي الله عليهم ربما أيضا تعجب للأسف معظمنا لا يقرأ القرآن فأي معلومة نلقي بها تكون غريبة هناك فئة من الناس محدودة وقليلة على فكرها الله يصلي عليهم نعم يعني يرحمهم ويحفظهم ويحميهم من الشر ويعطيهم الرضا والسعادة ويفرحهم بلقائه سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين يصلي الله عليهم اقرأ هذه الآية أخي الحبيب ولا نبلو أنكم والكلام هنا لكل الناس ليس لفئة محددة لأن الكافر يبتلى المؤمن يبتلى يعني عندما يأتي فيروس معين لا يستهدف فقط المؤمنين ولا الكافرين يستهدف الجميع ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف طيب عصرنا هذا عصر المخاوف والله هذه الآية تتحدث عننا نحن اليوم أكثر ما يقلق أي إنسان الخوف الخوف من المستقبل الخوف من الرزق الخوف من الحروب الخوف من القوانين التي توضع وبخاصة في دول الغرب توضع قوانين تكبل الناس الخوف من من المرض خوف من الوباء خوف من أحيانا إنسان يخاف من أقرب الناس له يخاف من زوجتي يتقي شرها إلى آخرين ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع الجوع يعني المعاناة الاقتصادية واليوم العالم معظم الناس وقلنا في دراسة سابقة لمنظمة أوكسفام أن أكثر من تسعين بالمئة من سكان الأرض عندهم معاناة معينة من قلة الرزق لأن واحد بالمئة واحد بالمئة من سكان الكوكب يمتلكون تسعين بالمئة من ثروات يمتلكون تقريبا سبعين بالمئة من ثروات الكوكب واحد بالمئة يمتلكون ثلثي ثلثي يعني سبعة وستين بالمئة سبعين بالمئة هكذا من الثروات يملكها واحد بالمئة فإذن المعاناة الاقتصادية عبر عنها القرآن بالجوع وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وانتبه معي إلى أول آية أخي الحبيب قال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ من الفاعل هنا الله لحظت ليقول لك الحل عند صاحب البلاء وهو الله يعني عندما تتعرض لضائقة مادية لا تلجأ إلى صاحب العمل أو إلى الناس هؤلاء وسائل سيسخرهم الله لك إن لجأت إليه لأن الذي ضيق عليك رزقك هو الله الذي ابتلاك بهذا الجوع هو الله فإرجع إلى الله إرجع إلى الله اذهب مباشرة إلى مركز القيادة فوق في الأعلى عند الله هناك مركز القيادة والتحكم لا تلجأ إلى هذه الأسباب هؤلاء عباد ضعفة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ إِذَا الْبَلَاءِ مِنَ اللَّهِ طيب مدام البلاء من الله لماذا أحزن وأتعب وأغضب مدام البلاء من هذا الملك العظيم سبحانه وتعالى وهو الرحيم إذن الله يرحمني الله حكيم معنى ذلك له حكمة أنا لا أعلمها ولكن لابد أن يكون هناك حكمة من هذا البلاء وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ نقص من المال مجاعة نقص من الأنفس تتعرض لموت إنسان غالي عليك حروب هذه الحروب التي نراها الآن نقص من الثمرات هذا الغلاء الذي نراه الآن في بعض الأماكن طبعا معظم الناس يعاني منه على فكرة وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ما هي البشرى يا رب أولا يعرف لك من هؤلاء الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا فورا قالوا إنا لله انظر ها يعني أصابك مرض صح الطبيب موجود والدواء موجود ولكن أولا إلجأ إلى الله ليهديك للعلاج الصحيح بعض الناس عشرين سنة وهو يضل العلاج الصحيح لا يهتدي له وشخص آخر بثانية يهديه الله للعلاج الصحيح لذلك هنا أن ترجع إلى الله وتلجع إلى الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن إليه راجعون إذن أنا الآن ملك لله يفعل ما يشاء أنا راض عن قضاء الله أنا مع الله في كل ما يبتليني به وما ارجعي إلى الله يوم القيامة وأن رجوعي في آخر هذه الدنيا سيكون إلى الله فأنا الله خلقني وهو ابتلاني وهو يتحكم بكل ذرة من ذرات الكون وهو يتحكم بمصيري وأنا راض بذلك وأنا سأعود وأرجع إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون ما هي النتيجة؟ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ صَلَوَاتٌ رَحَمَاتٌ تَتَنَزَّلُ حِفْظٌ رِضَةٌ هذه الآية أخي الحبيب كفيلة أن تعينك على الصبر والرضى والشكر أن تشكر نعمة الله لأن البلاء نعمة لأن نتيجة هذا البلاء أن الصلوات من الله تنزل عليك أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ طيب ماذا تريد أكثر من ذلك؟ بلاء بسيط على فكرة الكل يصاب به يعني مرضك هذا ليس مرض نادر يعني إذا كان لديك مرض مزمن لديك قلة رزق لديك ضيق في العيش لديك ولا ادعاق ابتلاك الله به هذه قضية عامة كل الناس يعانون من ذلك الملحد والكافر والمؤمن والبوذي وكل الناس يصابون بهذا البلاء هو عام ولكن هنا كن أنت من الفئة القليلة التي تكسب صلوات من الله رحمات من الله تتنزل عليك أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون ماذا تريد أكثر من أن يكتبك الله مع المهتدين تضمن الجنة قد يكون بلاء واحد أخي الحبيب هو سبب في دخولك الجنة وقد يكون عطاء نظنه خير فيكون شرا لك ويكون سببا في دخولك النار أحيانا الإنسان إذا نزل عليه الرزق كالمطر وانشغل بالدنيا نرى أنه يبغي في الأرض مثل قارون ما هي قصة قارون إن قارون كان من قوم موسى لم يقل من قوم فرعون تبع معي كإشارة أنه كان إنسان مؤمن صالح صحيح وإلا لقال من قوم فرعون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم لماذا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة كان يملك كنوز مفاتيحها تعجز عن حملها أو عدها أو إحصائها المفاتيح انظر يعني ولا أغنى أغنياء العالم اليوم يساوي ذرة في ملق قارون مفاتيح هذه الكنوز تعجز العصبة للقوة الأقوية عن حملها أو عن عدها أو إحصائها أو الإحاطة بها ولكن هذا الإنسان بغى بسبب هذا المال بغى انظر الآية الأخرى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض عندما خرج على قومه في زينته هنا يأتي أهل الدنيا ونحن اليوم معظمنا من أهل الدنيا انظر يعني انظر الآن من حولك قليل من يفكر بالموت قليل من يفكر بالآخرة قليل من يكون الطموح رقم واحد عنده هو لقاء الله يعني اذهب الآن واختبر مئة شخص ما هو طموحك لا أتصور يعني يمكن أن تجد واحد ربما أقل يقول أنا طموحي لقاء الله لأن ثقافة القرآن اليوم محاربة إذن هنا كان رد فعل الناس الذين يعني أرادوا الدنيا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون إنه لذو حظ عظيم وهنا أهل العلم والذين أوتوا العلم قالوا وي لكم ثواب الله خير يعني انظر الذي أوتي العلم ينظر إلى ثواب الله ينظر إلى رزق الله ينظر إلى أن هذا البلاء من عند الله سواء كان نقص أو عطاء كلاهما بلاء على فكرة والصبر على كثرة المال أصعب من الصبر على قلة المال وهذه قاعدة صحيحة لأن قلة المال ليس لديك أي شيء من أسباب المعصية لا تستطيع تسافر أو تذهب أو تطغى أو تبغي ماذا تفعل أنت مقيد بقلة المال ولكن عندما يكثر المال عندك وتفتح الدنيا أمامك هذا هو البلاء الحقيقي فهنا بعد أن خسف الله به الأرض قالوا لو لأن من الله علينا لخسف بنا تبرأوا منه لاحظ يعني قبل يوم كان أهل الدنيا يتمنون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم يتمنى أن يكون مكانه فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لو لا أن من الله علينا لخسف بنا إذن هنا حتى تشعر بالرضى يجب أن تستيقن أن الله عز وجل لا يختار لك إلا الخير وأن الله هو الحكيم حكمته اقتضت وعلمه اقتضى أن قلة الرزق هي الأفضل لك أن المرض الآن هو الأفضل لك أن هذا البلاء هو الأفضل لك ليمنعك من الطغيان يعني قارون لو بقي شخص عادي أفضل أم هذه الكنوز أفضل إذن لماذا تتمنى أن تكون مكان هذا الغني أو مكان هذا الذي رزقه كبير أو لا قل بالعكس افرح قل بفضل الله وبرحمته البلاء هو فضل وهو رحمة من الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجبعون ثم إن الجنة ماذا قال الله عنها قال وما يلقاها إلا الذين صبروا أولا طب كل الأنبياء هل صبروا نعم هل هناك نبي لم يصبر لا إذن الصبر هو مفتاح الجنة طب الصبر على ماذا الصبر على البلاء طب إذا لم يكن هناك بلاء على ماذا تصبر إذن من هنا أخي الكريم تستطيع أن تعلم أن البلاء هو مفتاح الجنة البلاء الذي تصبر عليه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هناك نوع من الناس الملائكة تقول لهم سلام عليكم الملائكة تأتي تقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم هذه الآيات أنا تمنحني طاقة كبيرة في الصبر تمنحني طاقة لأرضى عن قضاء الله ولا تظن أن الإنسان أخي الحبيب المرفه ظاهريا ليس مبتلى لا لا تظن ذلك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل فالكل مبتلى ولكن أنت لا ترى بلاء هؤلاء أنت ترى الشكل الخارج فقط ولكن أدخل إلى أعماقهم أدخل إلى بيوتهم وانظر على فكرة الذين ينتحرون في الغرب ليسوا فقراء على فكرة معظمهم وضعهم المادة جيد لماذا انتحر لأنه يعاني من يأس شديد واكتئاب حد قاده لأن ينهي حياته طيب هل لديه نقص في الرزق لا هل لديه مرض لا هل لديه مثلا ظلم أو أذى لا شباب وأناس عاديين ينتحرون السنة الماضية حسب الأمم المتحدة أكثر من 700 ألف إنسان قتلوا أنفسهم منتحرين معظمهم في دول غنية وليس دول فقرة إذن هنا استطيعنا أقول لك أخي الحبيب إن البلاء هو نعمة من الله فيجب أن تصبر لتدخل به الجنة فهذه الآيات التي قرأناها يعني مثلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ماذا تحب أكثر من أن يدخلك الله الجنة بغير حساب يعني وكأن هذا البلاء هو حسابك في الدنيا فلذلك من هنا نستطيع أن ندرك عمق الحديث النبوي الفلسفة النبوية عندما قال إذا أحب الله عبدا أعطاه الرزق أعطاه المال البني لا إذا أحب الله عبدا ابتلاه شيء غريب لا يعني تقوله الإنسان ملحد لا يتفق معك نهائيا يقول لك المفروض أن الله إذا أحب إنسان أن يفتح أمامه الدنيا ولكن انظر عندما فتحت الدنيا أمام دولة مثل أمريكا ماذا فعلت اخترعت قنبلة ذرية قتلت مئات الآلاف من الناس بلا رحمة وكل يوم تقتل من البشر كل يوم بشكل مباشر أو غير مباشر تصدر الأفلام الإباحية تصدر الشذوذ تصدر الإلحاد هذه هي نتيجة المال والتكنولوجيا هذا هو منهج قارون الذي حذر القرآن منه لذلك أخي الحبيب كثرة البلاء هي دليل على محبة الله ومثل ما قلت لك اقرأ القرآن نصيحة تذوق حلاوة القرآن عندما يقول لك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تذوق حلاوة القرآن عندما يقول لك عن الأنبياء وَأُوذُوا فِي سَبِيْلِي وَأُوذُوا فِي سَبِيْلِي تخيل صبر سيدنا أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرة نعم العبد إنه أواب كان كثير الإياب الرجوع يعني ذهاب وإياب ذهاب وعودة ورجوع يعني أواب يرجع إلى الله يتوب إلى الله كثير التوبة ماذا قال هذا الرجل وأختم بهذه القصة سيدنا أيوب عليه السلام هو إنسان عادي ولكن تميز بشيء الصبر والرضا وحتى عندما سأل الله أن يشفيه لم يقل يا رب اشفني على فكرة لا يوجد نبي في القرآن قال يا رب اشفني بهذه الصيغة سيدنا إبراهيم قال وإذا مردت فهو يشفي وأيوب إذ نادى ربهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين هل طلب الشفاء لا لأنه يعلم أن هذا البلاء له حكمة والشفاء العاجل قد يضر به فلذلك لم يطلب الشفاء هو الشرح وصف حالته الله ربي إني مسني الضر يعني أنت أن تجلس في ليلة ظلمة تنادي ربك نداءا خفيا كما فعل سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا بينك وبين ربك تقول يا رب إني مسني الضر يا رب رزقي ضاق وأنت أرحم الراحمين أنا لا أقول يعني أرزقني كثيرا أنت أعلم أنت أرحم الراحمين انظر هنا سيدنا أيوب سلم حالته لله وضع نفسه بين يدي الله قال يا رب وأنت أرحم الراحمين أنت تفعى أنت تقرر بحكمتك وعلمك إذا كان الشفاء الآن فيه خير لي فسرعه وهذا كان حال حبيبنا عليه الصلاة والسلام عندما كان اللهم كان يقول اللهم إن كان كانت الحياة إن كان الموت خيرا لي اللهم توفني إذا كان الموت خيرا لي وأحيني إذا كانت الحياة خيرا لي يعني كان بهذا المعنى طبعا نقول الحديث أن نبيك سلم حياته لله كاملة فسيدنا أيوب عليه السلام لم يقل يا رب ابتليتني سنوات وصبرت كثيرا لماذا لم تشفني ما الذي فعلته حتى لا 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 هذا ليس كلام أنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له لذلك هنا الاستجابة الله هو الذي حددها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ذكرى لنا أنه أنظر الله قادر ولكن لم يأتي الوقت المناسب لأن الله حكيم إذا رزقك الله الآن وأكثر الرزق قد تبغي قد تنحرف لا تدري ما الذي يحدث فلذلك هذا التضيق هدفه أن يضيق عليك المعصية لا أن يضيق عليك حياتك وبالتالي يعني دائما أخي الحبيب ثق بالله ثق بعطاء الله غير نظرتك للبلاء وانظر لهذا البلاء على أنه عطاء من الله على أنه فضل من الله على أنه رحمة من الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع نسأل الله عز وجل أن يفرحنا بلقائه يوم القيامة إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق